هل أنت ترى مثلاً أنه كان خيار جيد لمنتخب السعودي في هاتين مبارتين؟ بالتأكيد يعني مبارتين سلوهيني وكمبوديا يعني مبارتين إعداديتين يعني يقف فيهما مارفك على العناصر الموجودة لديه يختبر عناصر أيضاً جديدة وشابة أيضاً تتنوع خياراته في إعداد البدلة يعني تحسباً للإصابات تحسباً لأيضاً النهج التكتيكي الذي سينتهجه بالإضافة إلى قرب مستويات مستوى منتخب كومبوديا إلى أيضاً مستوى منتخب تايلند الذي سنلاقيه في مارس أعتقد أن المنتخب بهذا المعسكر هو معسكر مفيد لكنه في نفس الوقت أيضاً له جانب سلبي آخر وهو زيادة الأحمال وزيادة الأعباء على اللاعبين هؤلاء أيضاً لا ننسى أنهم لاعبون محترفون أيضاً في الأندية الأندية كانت أيضاً ستقوم بنفس الغرض في الإعداد في عملية التجهيز لللاعب المحترف في هذا الشأن معسكر المنتخب ممكن يكون ذا فائدة في عملية الإعداد التكتيكي الإنسجام، التجانس بين اللاعبين، الالتقام مرة أخرى أيضاً إعطاء فرصة للمارفق للوقوف على مستويات لاعبيه وعناصره التي سيخوض بها فترة التصفيات الأسوية المقبلة أعتقد أنه لا بد أن يكون على دراية كاملة بإمكانيات هذه العناصر جاهزيتها البدنية، الياقية، الإصابات لديها كل هذه الأمور ستفيد مارفق لكن في الوقت نفسه أنا أعتقد أنها ربما ستلقي بظلالها على الأندية من ناحية أنه الإعداد البدني من ناحية زيادة الأحمال خاصة أنه سيدخلون منافسات مرهقة سواء على الصعيد الآسوي مع الأندية التي ستشارك آسوياً أو على الصعيد المحلي كل هذا مرهق أيضاً لمدربي الأندية التي ستخوض الآن معسكرات أيضاً بدون لعبين المنتخب وهذا الأمر أيضاً مقلق لهم وأيضاً ما راح يفيدهم شيئاً حتى الأندية الآن بتخوض معسكراتها خارج الوطن أعتقد أنه ما راح تستفيد تلك الفائدة المرجوة لأن معظم أعمدتها موجودة في المنتخب وهذا أمر ربما يؤثر عليها جميل طيب